خطوات اللي نرجع بيها من الإحباط أو اليأس للأمل وال... طيب شخص يأس زي ما بقولك شابه مثلاً مش لقي شغل وحياته قاعد طول ليل ونهار بيتفرج التليفزيون أو بيلعب على الفيسبوك أو مش عارف دعمل إيه وكل شوية بابا ييجي ينقرزه بكلمتين ويقوله يا فاشي الليلة ما بتشتغلش وفي حالته عاملة زي ده ومحبط جداً وبيدورها على شغله ومش لقي حيبة يزمع خاله طيب إزاي ده وهو عنده إحساس إحباط يتحرك لقدامه إحنا هنا دايماً بنقول فيه أمل وفيه أكشنز أو فيه خطوات بناخد المشكلة إن إحنا في عز الإحباط بنمقى مصاملين إحنا نقوم ناخد أكشنز على طول مرة واحد من قاوة لأ أنا ما أكمل في خطوة في النص بنرميها على جنب اللي هي التصور أنا عايزة بالظبط اللي هو التخيل أنا عايزة أنا عمي مفكرت فيها؟ يعني حداً بيبقى زعلان عمي مفكرت أنا عايزة بقى فين؟ أنا اللي فهمت دلوقتي إن أنا مش أوكي أنا في كده وأنا عايزة بقى كده فهتحرك وأخد أكشن على طول فهي في مرحلة أولى اسمها مرحلة التخيل ودي ربنا سبحانه وتعالى أنا عم أعلن بيها دون أنساء المخلوقات يعني ده هي فكرة إن أنا قاعد كده تخيل نفسي وأنا بسافر وبحاضر في دول مختلفة وهكذا أوكي فده الصورة دي عجبتني فدتني حافز إن أنا قوم أتحرك أخد أكشن فتعالي نرجع تاني للشاب الظريب ده دي تفاعله بالخير تجده؟ تنخيص لتفاعله بالخير تجده؟ أه تخيل تخيل يعني تقول لي مفيش في إيه دي حاجة عملها؟ لا فيه في إيه عارف إيه حاجة تعملها؟ أنت تتخيل أنت عايز تبقى إيه؟ طيب وإنت محبط قوي كده وقاعد يعني زي ما يقول قاعدة الكنبة دي اللي هي والرموت والبتاع ومتتعملش حاجة ومتتحركش وخلاص داخل على اكتئاب ومش عايز تشوف حد فكرت إن أنت تتصور أنت عايز تكون إيه؟ طيب لو تصورت إن أنت عايز مثلا سيه إن أنا والله بعد شهر أكون بشتغل شغلانا وبقبض مرتب كذا هل حالتك المزاجية هتكون زي حالتك قبل ما تتخيل ده؟ ولا هيبقى عندك شوية طقة ممكن يخلك تقوم تعمل السي في؟ أو إن أنت تبعت إيميل أو إن أنت تتحرك؟ المشكلة هنا إن إحنا ما بنعرفش نتخيل إحنا عايزين نروح فيه وإحنا نقدر نروح مكان من غير ما نثبط اللوكيشن الأول على الجي بي اس ونتحرك عارف ليه كوتش دايماً نقولك إيه؟ لا أنا هيخدوني في الشركة مش عارفة إنترناشونل إيه؟ وأنا زي الناس دي وأنا هوصل في الحتة دايماً عندنا أقوله حاتيك في الكتاب بتاعي كنت أول جملة كده كتبها كان فصل ليه علاقة بتأدير الذات يعني أن أنت تقدرناه قلت إيه؟ قلت إذا أردت أن يقدرك العالم بأسر فهذا أمر في غاية السهولة بشرط أن تعلم أن العالم سيراك من العين التي سترى بها نفسك فلو أنت شايف نفسك أن أنت ما تنفعش عايزة الناس تشوفك تنفع إزاي يعني؟ صح لو أنت شايف نفسك أن ما فيش فايدة طب الناس هتشوف فيك فايدة إزاي؟ صح فعايزين الأول نبص لنفسنا نحب نفسنا نبص لنفسنا كده ونقول أنا عايزة بأكذا لا أنا استاهلة بأكذا أنا مش عايزة أحكيك تجارب شخصية عليا علشان ما بقاش يعني بأكلم عن نفسي بس لا في حاجات لو حكيتها عن نفسي ممكن الناس تقول لا يعني هو مش هو ده الشخص اللي قد قدامنا فبالتالي لا فيه صورة معينة نقدر نتصورها ونصدقها فدا يدينا الأمل ده هو اللي بيدينا طاقة للعمل موسيقى